بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين لا إله غيره ولا معبود بهقل الله اللهم عدنا سبل السلام وثبتنا على القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة اللهم ارزقنا في هذا الشهر المباركة البر والتقوى والإخلاص والإدخى من النيران ويرثى الجناة الفرر وصلب غيره مع النبيين والصديق والشهداء والصالحين وركاء السجود هولاية الذين حسنت نفخاتهم أي وما نسلم ونسلم على خاتم الأنبياء وإمام المتقين أفضل مخلوق مشاء على وجه الأرض عليه الصلاة والسلام وعلى أدوى صاحب الغر الميامين وبخاصة الخلفاء العربة حبيبتهم وعمر وسمعنا وعلي رضي الله سبحانه وتعالى وأرضهم وعلي صحابة أجمعين وعلي التابعين والتابعي التابعين وارحمي الله وكذلك مشايخنا ووالدين وعمواتنا وعموات المسلمين أجمعين أيها الإخوة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنوصل إن شاء الله سلسلات دروسنا الرمضانية مع أحكام الصيام وما موضوعنا الذي لازلنا في صدر البحث عن محتوياه ألا وهو أمور لا تفسد الصوم واليوم الحكم الذي بين أيدينا هو حكم التطعيم في نهار رمضان نقول وبالله سنتعفق التطعيم في نهار رمضان جائز لا بص عليه ولا يفسد الصوم به فمن أراد أن يقوم بالتطعيم سواء كان لسفر أو ضد أمراد طائرة ضد أمراد طارعة فليقم به ولا هرج عليه وصومه إذن صحيح وثواب عند الله إذن مثبوت بمشاء الله يسبح الله والله في هذه المتصف اشتركوا في القناة 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 تَلَّهُ رَلَّهُمْ صَلَّهُ وَسَلَّمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْتُ اللَّهُ بَرَكَاتُهُ